توجه مريب تنتهجه ميليشيات الحجد عبر اهتمامها بشكل متزايد بإنشطة اقتصادية ومالية هدفها جمع الأموال لتغطية مصارفها المرتفعة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للشخصيات التي تقودها والحزاب التي تمتلكها فاجعة عبارة الموصل كانت قد صلتت الضوء على انتشار ظاهرة اللجان والمكاتب الاقتصادية التابعة لميليشيات الحجد التي حولتها مشاركتها في الحرب على تنظيم الدولة إلى جيش موازن وتحت لها السيطر على العديد من مناطق البلاد لا سيما في محافظة نينوى وتشرف تلك المكاتب على مساحة واسعة جدا من الانشطة ذات الصلة بالتجارة وعقد الصفقات وإجراء المزادات وشراء العقارات حيث تفتح الموصل إمكانيات وفرصا اقتصادية استثنائية خلال مرحلة إعادة عمارها بعد الدمار الهائل الذي أصابها جراء الحرب الشريسة التي شهدتها المشكلة الأكبر بحسب مصادر متعددة من داخل الموصل تتعلق بكون تلك الانشطة تجري دون ضوابط وتمارس فيها القوة وصولا إلى الضغط والابتزاز باستخدام السلاح وبحسب المصادر ذاتها فإن أشخاصا على صلة بميليشيات الحجد متورطون بشكل غير قانوني في نقل ملكيات عقارات غادر أصحابها فرارا من الحرب أو قتل مالكوها وكذلك في الاستلاء على متاجر وورش أغفلت بسبب الحرب إضافة إلى الإشراف على تجارة الخرد الرائجة جدا في الموصل بسبب الدمار الكبير الذي طال المدينة ويقول تجار وأصحاب رؤوس أموال في الموصل إنهم تعرضوا لضغوط كبيرة لدفع أتاوات لقادة ميليشيات بل إن البعض عرضت عليه الشراكة في مشروعه مع بعض هؤلاء القادة تحت ذريعة توفير الحماية له أمنيا ولمنع مسؤولين وقادة آخرين من ابتزازه ولا تقتصر الأنشطة الاقتصادية للميليشيات على مناطق غربي وشمالي العراق بل تمتد إلى الجنوب حيث معاقل الأحزاب الشعية ذات صلب تلك الميليشيات من ذلك ما ذكره النائب عن محافظة الوصل رامي السكيني الذي أكد أن أغلب المنافذ الحدودية تسيطر عليها أحزاب لديها ميليشيات مسلحة وبينما ترتفع الأصوات الشعبية المطالبة بحل ميليشيات الحجد وضبط سلاحها نظرا لدورها السلبي سياسيا وأمنيا واقتصاديا تتشبث الأحزاب بعصاباتها من هذه الميليشيات نظرا لكونها مصدر سلطة بل وسبب حياة لها وهما يضع البلاد في مصير أكثر غموضا وسوداوية ترجمة نانسي قنقر